هذا وأكد وزير الخارجية المصرية في اجتماع تنسيقي عربي أوروبي مشترك لدعم جهود الاعتراف بدولة فلسطين واعتماد حل دولتين ضرورة التحرك المجتمع الدولي بشكل جاد للعمل على إنهاء الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه ودعا إلى ضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مضيفا أن حل الدولتين هو السبيل الأوحد لضمان تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحيلولة دون تفاقم الصراع مشددا على التزام مصر الراسخ إذا أدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية